السلام عليكم صباحكم الله أبو الخير يا أهلا الخير أحيانا بعض الكلمات اللي نسمعها في الشارع أو في الراحات وفي جهيات أولا القريبين مننا أحيانا عدم الرد لها يعتبر أحيانا الرد وحيانا التجاهل وعدم الكلام وخاصة عند أول ما تسمع الكلمة أو عند أول ما تقبل الرسالة هي لحظة أنك تمسك نفسك ولا ترد لأنه أحيانا عدم الرد والصمت يعتبر الرد التجاهل أحيانا يعتبر الرد وفيه سلامة لأنك أحيانا ترد رد ثم أن تصير المؤاخذ يصير ردك أكبر من الفعل فليس كل فعل يحتاج إلى ردة فعل أحيانا فقط الصمت والتجاهل يكفي وطرى هذا منهج قرآني يقول سبحانه وتعالى أخوذ العفوة وأمر بالعرفي واحيانا الجاهلين قالوا إذا خاطوا الجاهلون قالوا سلاما سلاما فأحيانا ترى الصمت من ذهب يومك أن الكلام من فضل ترجمة نانسي قنقر